اهلا بكم في الفيديو ده من محاضرة واحنا وصلنا بعد ما قلنا العناصر الاساسية للحاجات المفروض تعملها علشان تحضر لمحاضرة ابتدنا يعني وصلنا لمرحلة ان احنا لوقتي عايزين نشوف انت تعرف بسرعة ازاي الناس عارف الترجم اه من الحاجات دي فيه مثلا ان انت تسأل اسئلة اه ديهم سؤال يا جماعة ها عملتوا ايه 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 اجابتك السؤال ده لما تلاقي محدش بيرد عليك محدش بيتجاوب معك محدش بيتكلم يا مش فاهمين يا فاصلوا انك وفي الحالتين يبقى انت بحتاج تعمل حاجة تانية انت محتاج تغير من اللي انت بتقوله علشان اه تتوصل لهم المعلومة اه اه ييجي بعد كده طيب ممكن نعمل كوز في اخر محاضرة اه يعني يمكن لي ايه واحد زميلي كان لطيف جدا علشان طلبوا تحضر المحاضرة كان كل محاضرة يعمل لهم كوز في المحاضرة اللي هما كانوا حضرين فيه اه طبعا ده مجدر يكون هو الطريقة بس يعني واحدة من طرق اللي اكتب يا ربيها الناس فعلا اه استفادت ولا لا هيبقى ان انت تعمل كوز في اخر اه المحاضرة اه برضو ممكن تخليهم يعملوا يجو يقدموا الكلام اللي انت اه قلتو يشوفوا يتنفز ازاي ده بتعمل لما يبقى في معمل لما يبقى في حاجة عملية بتتقدم اه بيركبوا دايرة مسلا بيحل مسألة طب تعال يا جماعة اوقف حللي مسألة دي اه على الصبور او حلها في ورقة وريني حلتها ازاي ده عشان تشوف اه اللي انت بتحاول تاخدهم من اه المتدرر اه برضو ممكن تخليم يعني ما له يعني الكورس بتاعنا ما تعمل على او فيه كتيرة هو ده اللي اه ممكن عن طريقه برضو تشوف الناس تعلمت ولا لا اه دول اه اه ممكن كمان اه تيجي في اخر المحاضرة او في اخر الكورس وتبتدي تعمل يا ترى اه اتعلمتو كويس متعلمتوش كويس تعلمتو ايه متعلمتوش اه 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 وتبتدي تقيس اه اعملية التعليم نفسها تمت كويس ولا لا اه من خلال اه السورفيز. السورفيز هي الحاجات اللي اه بتستخدم كتير في البروفيشنل ترينيج لان عادة البروفيشنل ترينيج ما بيبقاش فيه متحانات لكن انت بيهمك تعرف انت وصلت المعلومة ولا لا اه ويهمك تاخد فيدباك من المتدربين برضو بتوعك. اه وبالتالي انت اه ممكن اه تجاه السورفيز وتستخدمها اه على قد ما تقدر في اه المحاضرة وبتاعك. طيب اه المتدرب نفسه او الطالب نفسه هيعرف ازاي هو اتعلم اه ولا لا اه هو برضو محتاج يعرف كده علشان اه يبقى عنده ثقة بنفسه ويواصل الكورس. من ضمن الحاجات اللي بتساعد في الموضوع ده الاسايمونس مسلا انت ما بتجهز اه هومك بتجهز اسايمونس تقولوا ما اعملوا كذا 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 كذا. اه ده بيخلي الطالب او التدرب بيعرف او الله ده انا عرفت حل لا ما عرفتش حل يقوم يجي لك المحاضرة اللي بعديها ومع اسئلة. طبعا انا اجي ان انا بتكلم هنا في حالة ما ان انت تشغل في كورس. اه ممكن تدي له اصلاح ان انتو هتشوفو تاني بعد كده. اه ممكن يبقى فيه بروجيكت. اه بروجيكت كبير او صغير. بروجيكت ممكن تعمل في المحاضرة. بروجيكت ممكن تعمل في اسابيع وشهور. لكن بروجيكت ده بيبقى تجميع كويسة اه لمعلومات اللي تلمت في الكورس وتطبيق. وبالتالي برضو هيطلع اسئلة ويطلع اه ايه الحاجات القوية والحاجات الضعيفة اللي تعلمها الطالب من خلال كورس بارك. اه يجي بعد كده موضوع المناشات. اه ما يعد هو وزماله بيتكلمه عشان كده يمكن من ضمن المقاومات المهمة في التعليم الجديد اللي بنحاول نطوره ونحاول نوصله عشان اه اساليب التعليم القديمة لازمات اترشالها. اه اللي وزمنا شغالين فيها على فكرة يعني. اه لكن بنحاول نطورها ونحاول نغيرها ونطلع بها الاحسن. موضوع الناس اللي بتتكلم مع بعضها بتبتدي تتبادل معلومات وبتبتدي كل واحد اللي قديم بيكتشف ان هو في حاجات كان عارفة وفي حاجات ما كانتش عارفة. اه فالدسكوشن برضو اه مفيد جدا في الحلقة دي. اه طيب بعد ما رجاء ده بقى كل الكلام ده اه نيجي لآخر مرحلة وان انت طيب اوكي انت عملت بتاعتك اه لو انت في اه اقعد بقى باللسن بلان دي ويشوف ونقشوها بس قبل ما تنقشها ارجع على اللي انت عملته في اول المحاضرة ويشوف اه قرنه باللي انت تعلمته في المحاضرة. اه وانت حاولت تصلحه شوفت ازاي تخليه احسن. ممكن تكون طلقت حاجة ممتازة مش محتاجة تتحسن. ماشي. اه لكن لو في نقط كانت ضعيفة يا طرى تقدر تحسنها ازاي? اه اه لو في بقى جروب ابتدوا اقدمه كل واحد فيكو يقدم نروحه يقدم لزمائل والمحاضرة دي اه بعد التعديلات وياخد منهم فيدباك ويقول لهم هو تعلم ايه وما تعلمش ايه. اه دي هتبقى حاجة مفيدة جدا ان انت تمارسها وتعملها مع زملاءة. اه لو كنت تقدر ما كانش معلش بقى ايه اه يبقى اه حاول انت مع نفسك تراجع وتشوف عمل دي. اه ده اه كده اه اللي كنا عايزين نقوله في المحاضرة بتاعة اه 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 احنا اه كده خلصنا المحاضرة دي. المحاضرة اه الجاية بقى اه هنتكلم معنا ازاي تلم الماتيريال وتجمع متيريال ايه بتاعت الماتيريال اللي بتاعت ممكن تستخدمها في المحاضرة بتاعتك وتجيبها من ايه? اه دي برضو من اه النقط المهمة قوي في البدايات بتاعتنا اه اه ارجو ان احنا نتعلم منها كتير وارجو ان انت اه تكون معنا في اه المحاضرة اه الجاية. اشوفكوا على خير.